بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جنوب الصعيد ومن محافظة الأقصر معكم مستر محمد عبد الحميد والنهاردة هنشرح فيديو جديد ان شاء الله هنشرح وحدة جديدة اللي هي يونتو الوحدة التانية وزيما انتم متعودين بنجسم على التلات فيديوهات ده الفيديو بتاع الفوكابلاري اللي هو الكلمات والريدينج تيكست والنص القراءة والليسنينج تيكست ونصوص الاستماع وحل التدريبات عليها لو انت اول مرة تدخل على الفيديو ده ما تنساش تضغط على ازرار للسبسكرايب وانك تعمل لايك للفيديو وتشيره لزمائلك علشان تدعمنا بالاستمرار ونحن نكمل المنهج لآخر السنة دلوقتي اول حي هنبدأ بها زي ما احنا متعودين اللي هو الكي فوكابلاري اللي هي الكلمات او المرادفات الجديدة تعالوا كده نشوف الكلمات الجديدة اول كلمة عندنا هنا هي كلمة ايك اللي هي معناها ألم او يؤلم الاثنين تنفع فيرب تنفع ناون association منظمة او جمعية break استراحة confidence السقة او السقة بالنفس يعني اما الصفة منها اللي هي confident معناها واسط cultural معناها ثقافي صفة دي طبعا adjective culture معناها الثقافة demand يطلب وتنفع ناون اللي هو الطلب في عندنا difference اللي هو الاختلاف وفي عندنا الصفة بتاعتها اللي هي different معناها مختلف الكلمة اللي بعدها من الكلمات المهمة في درس النهاردة اللي هي كلمة discipline ويمكن ان تندق discipline يعني الاثنين صح discipline و discipline اللي هي معناها الانضباط او الالتزام ضيب ممكن تبقى verb معناها يفرض النظام او يهزب اللي هو discipline الفعل اللي قدامنا ده اللي هو او ممكن يبقى ناون اللي هو الفيس كلمة face معناها وجه وتنفع معناها فعل معناها يواجه كلمة fatherly دي صفة في ناس بتستغرب ان اخرها ly تقولني دي مش صفة دي معناها ده ظرف او حال لا هي اصلا fatherly ولما بنخليها الظرف او حال بنقول in a fatherly way لطريقة ابوية friendly معناها ودود gentle مهزب ولطيف importance اللي هو الاسم من الصفة اللي هي اسمها important مهم وهو ده importance اللي هو الاهمية influence معناها تأثير ولو verb بتبقى بمعنى يؤثر influential اللي هي صفة منها معناها مؤثر او فعال الكلمة اللي بعدية هي كلمة intelligence اللي هي الزكاء ولو جيني في النحية التانية هل لاجه الصفة منها اللي هي intelligent معناها زكي طيب عندنا كلمة اسمية layer معناها الطبقة كلمة lecture معناها يحاضر او محاضرة اما المحاضر الشخص اللي هو بيجري المحاضرة او يلقي المحاضرة اسمه lecturer اللي هو المحاضر ministry معناها وزارة وطبعنا عارفين minister معناها الوزير motherly معناها زي الصفة اللي هي بتاعت fatherly oboe هنا تبقى ايه اللي هو علاقة بالام او حنون يعني plan فعل او اسم معناها يخطط او خطة political science اللي هي العلوم السياسية اما politician اللي هو الشخص السياسي responsibility معناها مسئولية وصفة منها responsible مسئولة كلمة مهمة معنا في درس النهار دا اسمها semi circle معناها نصف دائرة semi circle طيب وهي دائما semi بتاعت في النصف يعني حتى في الكورة بنقول دائما semi final يعني النصف النهائي طيب serious صفة معناها جد او خطير ومنها الادفيرب او الزرفة بتاعها اللي هو seriously بجدية او بخطورة والنون بتاعها seriousness معناها الجدية او الخطورة كلمة silence معناها يسكت او معناها الصمت يعني اسم او فعل والصفة منها silent اللي هي صمت فعل مهم جدا النهار دا معنا اللي هو spoilt spoilt معناها يفسد طيب strict معناها حازم او صارم strictly معناها بحزم او بشكل صارم والنون بتاعهم اللي هو strictness اللي هو معناها الحزم او الصرامة طيب تعالوا نبص بقى على definitions التعريفات عندنا من اهم الكلمات في التعريفات عندنا نبدأ بكلمة association معناها جمعية او منظمة cultural معناها ثقافي discipline او زي ما قلنا discipline معناها انضباط وتنفع لو verb معناه يهزب او يدرب على نظام واخر كلمة في الصفحة دي هي كلمة father لي معناها ودود او ابوي او عطوف نروح على الصفحة اللي بعدها جماعة نلاقي كلمة اسميها honor اللي هي الشرف وتنفع فعل معناه يكرر مرض importance اللي هي الاهمية influence verb معناه يؤثر layer معناه طبقة lecture يحاضر و ministry اللي هي الوزارة وبعدين عندنا plan اللي هي وخطط political science العلوم السياسية والصفة اللي هي responsable اللي هي معناها مسئول ونصف دائرة اللي هي semi circle وسيريس جاد وبعدين عندنا الفعل اللي هو silence use kit وقلنا منه الصفة اللي هي silent spoil معناه يفسد و strict معناه حازم او صارم بعد ما تعرفنا على الكلمات المهمة وال definitions والتعريفات بتاعت الكلمات تعالوا دلوقتي ندخل على الجزئيات مهمة والملاحظات المهمة ونبدأ بالcollocations اللي هي المتلازمات اللفظية تعالوا مع اول حاية تدريبات هنا عندنا اول سؤال بيقول يعني انا كان لدي الشرف بنقول مع كلمة honor بتاخد فعل هاف ومكتوبة هنا تصريف بتاعها اللي هو هاد في نمبر تو بيقول advice and opinions النصائح that you may be useful يمكن ان تكون مفيدة دايما opinions وadvice تاخد مع فعل give give opinion يعني يعطي رائي give advice يوجه النصيحة نمبر سري I asked my children قلبت من اطفالي two turns عزي نقول يتبادل الادوار اسميها take turns take turns معناه يتبادل الادوار في نمبر فور بيقول professor أمين like the project اعجبه المشروع my friends and I اللي انا واصدقائي هاد وكلمة project بتاخد معاها يا جماعة الفعل اللي هو do تاخد do نقول do a project نمبر فايف السيرفي الدراسة او البحث you have والهلب اس حتساعدنا take the right decision ناخذ القرار الصحيح كلمة سيرفي معناه دراسة او بحث بتاخد فعل do وممكن تاخد فعل conduct ولذلك هناخد الاجابة الاخيرة اللي هي a و c طيب نيجي بعدك بعد كده في رقم ستة او في نمبر سيكس بيقول pollution التلوث several negative effects كلمة effects بتاعي يجب لها فعل have مكتوبة هنا has عشان pollution ده مفرد اخر حاجة في السؤال رقم ساعة بيقول the goals you to your self to achieve must be reachable لابد ان يمكن تحقيقها يبقى كلمة goals بتاخد معاها give يفضل معنا سؤال في الصفحة التانية بيتكلم برضو عن اللي هو بيقول all citizens كل المواطنين must the laws القوانين of the country قوانين او ضوابط البلاد دايما بنقول follow the law يتبع القانون ودايما بنقول obey the law يبقى الاجابة هتبقى بيو سي اللي هي اخر اخر واحدة تمام طيب دلوقتي بعد ما خلصنا ال collocations تعالوا هندخل على جزئية مهمة جدا بعدها اللي هي الانتونيم والسينونم نيجي في اول سؤال اللي هو سئلة المرادف والعكس اول سؤال بيقول he is an influential leader هو قائد قائد مؤثر كلمة قائد في الجملة دي مرادفة لكلمة ايه influential اللي هنا عشان جمع الليدر تبقى قائد له نفوذ يبقى powerful لما نيجي في الجملة التانية نقول ايه عكس يعني الانفرينتل دي ايه الانتونيم بتاعها نقول unimportant غير مهم طيب نيجي في number 3 بيقول you can depend on him تعتمد عليه as he is a responsible person شخص يمكن الاعتماد عليه طيب هنا بيقول لك كلمة responsible ايه المرادف بتاعها trust worthy طيب ييجي في رقم 4 يقول لك he is not to blame he is not responsible كلمة responsible هنا يمكن ان تستبدل بايه to blame يقع عليه اللون في number 5 بيقول demand اللي هو الطلب is to offer بالنسبة لكلمة العرض الطلب والعرض عرض وطلب يبقى عكس بعض طيب كلمة فاثر لي اللي هي ودود او حنون ايه عكسة في دولا كلمة هستل اللي هي معناها عدواني طيب بعد ما خلصنا الجزئية دي جماعة تعال ندخل على اللي هي حروف الجر والتعبيرات الهم ونيجي على اول سؤال هنا بيقول this novel هذه الرواية is of محفوظ's works من اعمال محفوظ his style is clear in it مسلوبه واضح فيها مدام عندي حرف الجر of يبقى بيقول typical of لكن عايز تقول relating لها علاقة يبقى تغير of وتخليها two number two mom encourages us امي تشجعنا ادي المفعول يبقى دفع encourage وراه المفعول يبقى لازم يجي بعديها two والمصدر number three i dream of taking in the next competition عايز اقول اشارك في المسابقة القادمة اسميها take part in معناها يشارك في number four a large factory مصنع كبير is going to be sit up سوف يشيد او يقام او يبنى يقول اسميها sit up number five i wish you good luck اتمنى لك حظا جيدا your new job لك بيجي بعدها with with your new job number six as a professor كاستاذ جامعي mr. محمد lectures lecture معناها يحاضر ممكن يبقى lecture about وممكن اقول lecture on وليزاك الاجابة اخيرة هي التي تبقى صح في number seven بيقول each student كل ظالم cut out zero paper بالله يعني بيقصوا لوراق بتاعتهم different shapes باشكال مختلفة بنقول in different shapes number eight he plans دائما فيعل plan متعودين بيجي بعدين المصدر لكن ممكن اقول how to واجيب وراء المصدر يبقى الاجابة الاولى والتانية اجابتين صحيحتين فيناخد رقم c he plans to make he plans number nine all those who need our help حلنا جاء في بداية نص القراءة ونص الاستماع لكل هؤلاء الذين يحتاجون المساعدة بيجي نقول for all those ضيب number ten بيجي she looked her lost كيز بيجي تبحث عنها look for يبحث عنها number eleven i have no ideas ليس لديها معلومات او ليس لديها فكرة the problems المشاكل relating بيجي بعد حرف الجر to اما بالنسبة السؤال رقم 12 واخر السؤال في الصفحة دي بيقول help with how it's where help with studying problems في دراسة المشكلة بعد ما خلصنا تدريبات التعبيرات والprepositions حروف الجر معاني الجزئية مهمة جدا يتفرد بيها كتاب المعاصر يعني بصراحة نقطة او جزئية تحسب لكتاب المعاصر هي الجزئية المهمة اللي اسمها clear the confusion يعني ازالة الارتباك او الاختلاط ما بين بعض الكلمات اللي احنا بنتلخبط في الفرق ما بينها فتعالوا نشوف ايه الكلمات اللي هو جايبهن النهار بداية بداية هو بيبدأ بثلاث كلمات ابرود ابرود وابورد وبرود عليك فلو جينا مساكنا برود دي اللي هي اخر واحدة دي صفة معناها واسع او متسع تمام حتى دائما بنقول في الشبكات واسعة لاستخدام اللي هي البرود بانت اللي هي بتاعت الاتصالات او الكلام ده كل ضيق ابورد معناها على متن السفينة او على زهر الطائرة ابورد وخلي بالك خلي بالك يا جماعة ممكن نشيل اذا ونقول ان خلي بالكم مننا نقول ان بورد مش لازم اقول ابورد ممكن اقول ابورد ممكن اقول ان بورد فحش اقول ان ابورد تمام واحد في الاتنين ده ياما ان بس ما فيش مسافة بينهما بين بعض تمام طب ما الكلمة ابرود دي ابرود التلات كلمات اللي تحتين برضو كلمة quantity وquality وqualification quantity دي اللي هي الكمية اقول كمية المية اللي بيشربها الجمل في مثلا تبقى قليلة تمام او اقول كمية الامطار اللي كانت في السودان اا مثلا تسببت في ضمار المنازل طيب quality اللي هي معناها السمات او المميزات اللي تي يتصف بها الشخص من سمات زي مثلا الطول الزكاء حاجات زي كده يعني طيب الqualification دي اللي هي مقصود بيها الشهادة الشهادة اه اي شهادة انت حاصل عليها نسميها qualification زي بقى الqualification زي اللي هي الشهادات اما الqualification اللي هي السمات الشخصية زي ما نقول الاخلاص والانتماء والولاء وكده اما الكمية اللي هي اللي هي الكمية طيب الكلمة اللي بعدية احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات يقولنا كلمة reward و award و award تمام award الاخيرة دي معناها عنبر او حجر كبير زي في المستشفيات او في السجون مثلا او في الحياة الكده يعني بيبجى فيه عنبر وفيه اكتر من شخص سكنين مع بعض او بيباتوا مع بعض اما الفعل اللي هو award وما بين reward دول معظم الناس وتتبس فيه بسخلوا بالكم فعل award دا لما يكون مبني المجهول نينفعش استخدمه الا اذا كان بعده الجائزة التي حصل عليها الشخص او الشهادة التي حصل عليها او المنح التي حصل عليها هقول هو awarded noble prize هو منح جائزة جائزة نوبل مثلا يعني يبقى لازم او غالبا دايما بياجي معها او بياجي وراها الشيء الذي حصل عليه خصوصا اما تبقى ايه تبقى المجهول طيب اما الريورد اللي معناها المكافأة المكافأة المالية ايه مكافأة مالية مكافأة مالية يعني لما يكون مثلا عندنا مثلا بتشوف اعلان في الفيسبوك او في الجرائد انه هناك طفل تايه مثلا او مفقود وموضوع له مكافأة مثلا خمسين الف فدي بنسميها ريورد لكن الاورد ديات دائما بتبقى ايه عبارة عن جائزة او شهادة تمنح للشخص نظير ايه نظير مثلا مجهود عمله او نظير انجاز عمل والاخيرة الاورد اللي هي مكسود بها ايه بقى اللي هي مكسود بها العنبر او الغرفة الكبيرة جدا بتبقى في السجون وفي المستشفيات اما بقيت المعلومات المكتوبين دول حاجات ايه سهلة فوتوغراف وبينتينج وامتى نستخدم وامتى نستخدم فيرم وما ننساش ان كان فيه سؤال مهم جدا في الازهر كان بيقول اللي هو فيرم معناها ارض سابتة تمام هو ارض ايه وارد صلب فيرم لاند يعني تمام طيب في عندينا اخر حاجة هنا كلمة معناها شخص عاقل او حكيم او يفكر يعني بعقلانية تمام وممكن يبقى لها معنى اخر بمعنى ملحوظ او واضح اما دي معناها شخص حساس حساس يعني قل الكلمة مساء تلاقيه بيزعل او كده بنسميه لكن دي مقصود بها الشخص العقلاني او الحكيم اللي هو عنده تركيز مثلا او بيفكر كويس في اي موضوع طيب تعالوا نحل بقاء التدريبات عليها اول سؤال بيقول اي اكسبكت علي انا اتوقع انه يحصل عليه على انجاز الرائع ممكن الانجاز ده يحصل فيه على تمام نقول وممكن نقول يعني ممكن يحصل على شهادة ممكن يحصل على مكافأة مالية لاتنين يبقوا صح في نمبر يقول محفوظ اي مكتوب بعديها مكتوب بعديها الشيء الذي يمنح للشخص ده منح يبقوا مكتوب بعديها الجائزة التي سوف يحصل عليها او التي حصل عليها يبقوا نقول عواردد فعش نقول عواردد اعضاء الفريق بعدما فازوا بالدوري يبقوا عواردد يعني كو في او طيب ما عايز اقول اواردد منح ايو ماشي منتعيز تقول منح منح ايه بقى يعني ايه في بعدها هنا عشان تقول لي منح يعني مثلا كأس البطول او مثلا ميدليات انت مش كاتب الحياة التي سوف يمنح هذا الشخص نمبر فور تستخدم في الزراع بقى كميات كبيرة نمبر 5 بيقول الجديدة فيها شوارع واسعة زي العاصمة الادارية الجديدة صفة معناها واسع في النمبر بيقول اللي هي مضيفة الطيران او المضيفة الجوية اللي بتساوي كلمة air hostess مضيفة جوية ميدشور تأكدت ان كل المسافرين موجودين على متن السفينة وعلى ظهر السفينة وعلى ظهر الطائرة أو على متن الطائرة أبورد أبورد معناها على ظهر السفينة أو على متن السفينة السؤال التاسع بيقول هاترافلز افري سمر نيملي تو يوروب هو يسافر الى أوروبا كل صيف يبقى أبرود أبرود يعني خارج البلاد نمبر تين بيقول من العصر الروماني تبقى يعني رسومات أو لوحات نمبر بيقول كاميرات تلتقط صور صور علية علية الجودة لو كان عاوز يقول فوتو كان عايقول تيك أ هنا طبعا أه آن طبعا لكي تبقى مفرد لكن هو ظل ما شال الأول الآن يبقى عايز وراء اسم جامعتك High Quality Photographs تعالوا بنا دلوقت يا جماعة نقرأ نص الاستماع الأول وبعدين نص الاستماع الثاني ثم بعدين ندخل على نص القراءة نحاول نطلع منه نحن نقرأ لنحاول نطلع منهم كل المعلومات المهمة أو الحاجات أو الملحوظات المفيدة اللي ممكن نقابلها في الامتحان أو نقابلها في أمناطق مثلا في أسئلة الترجمة أو مثلا في القطعة ونحاول نستخلص المعلومات دي من خلال القراءة تعالوا نبدأ في أول حاجة هنا المحاور بيقول الكثير من الناس معناه يكبر أو ينمو ويأجي وراها لو جاء وراها فعل يبقى فيه ING يعني يعني يشب أو يكبر أو ينمو على قراءة The books of عبدالتواب يوسف في الحقيقة I have just finished one of his books النهاية تحت كتبه Called my father an Egyptian teacher وليدي معلم مصري With me today خلوا بقالكم في التعبير With me today is Mrs. عبدالعز عشان عليه سؤال She has written a book اللفت كتاب about why the writer became so successful ليه الكاتب أصبح مشهورا جدا So Mrs. عبدالعز was Mr. Yosef from Cairo هل كان هو من القاهرة قالت No he wasn't although he lived a lot بالرغم من عاش كثيرا a lot of his life كثير من حياته زير هناك في القاهرة عبدالتواب Yosef was born in 1928 in a small village في قرية صغيرة Nervaniswiif when he was a child لما كان طفل he loved to read children's books كان يحب يقرأ كتب الأطفال and he also loved writing وكان أيضا يحب الكتابة did he go to university yes in 1945 he started studying بدأ يدرس political science العلوم السياسية نتكاري في جامعة القاهرة he graduated in خلي بالك احنا قلنا في الوحدة الأولى شوية معلومات أو كتبنا ثلاث أصدر كده عن graduate امت بياجي وراها in وامت بياجي وراها from وامت بياجي وراها of هو كان يعمل لده work for خلاص work for يعمل لده شركة أو مؤسسة work as بياجي وراها الوظيفة أو اللقب بتاعه أو المهنة بتاعته تمام طيب في work quiz معناها يعمل مع شخص بالتعاون معاه يعني ضيق work for زي يجيبش ministry ministry يقولنا معناها وزارة وفي minister اللي هو الوزير ورئيس الوزراء اسمه prime minister of education ministry of education وزارة التربية والتعليق but six months later ولكن بعد مضي ست أشهر his father died توفي والده that must have been a difficult time for him من المؤكد أن هذا كان وقتا صعبا له that's right he wanted to live in Cairo with his mother and his three young sisters his uncles عمامه يعني didn't think this was a good idea هذه ليست فكرة جيدة but he wanted to earn enough money معروفة طبعا أن كلمة money بتاخد قبلها الفعل اللي هو earn earn money معناها يكسب الأموال ويرن مش بتاية غير مع المني طبعا احنا عارفين أنه كلمة gain بتأتي مع يكسب حاجة معنوية يعني gain experience كده يعني من لتأتي سات من ان معتادا في ذلك التوقيت عند بدأ يؤلف أو يكتب كتب للأطفال لم يبدأ لسنوات سيد يوسف مرد نويلة رشيد تزوج واحدة اسميها نويلة رشيد وكما نقول بأنها أنجب أطفالا أو رزق بأطفال مستر يوسف سيت أب ذا تشيلدرينس كالتشرا معناه ثقافي معناه منظمة عنده يترافل توميني كونترين سافر لدول عديدة لكيدرس تشيلدرين كالتشرا يعني ثقافة اللي هي الضفل لكنه لم يبدأ كتابة حتى 1975 ماذا حدث حين إذن؟ في 1975 بدأ يكتب تشيلدرينس كالتشرا قصص الأطفال هادي ثاني مرة نقول رايت فور عشان جاي بعدها المؤسسة راديو و تليفجن الإزاع والتلفزيون The stories were very successful كانت ناجحة and so he started to write novels بدأ يكتب نوفل روايات وبومز اللي هي القصائد وقلنا نوفل معناها رواية والنوفلست اللي هو الرواية وبوم اللي هي القصيدة وبويت اللي هو الشاعر عند بلايز ومسرحيات والمؤلف المسرحات أو الكاتب المسرح يسمو بلاي رايت بس درجتها في الكتابة W R I G H T وبعدها نكتب W R I G H T Often about important events أحداث مهمة And people اللي هنزور لدون الناس في العالم He won many awards فازوا الكثير من الجوائز والمنح for his writing لمؤلفاته أو لكتاباته طيب Are his books هل كتبه Only famous in Egypt هل كتبه مشهورة في مصر فقط No Since he became منذ وان أصبح famous مشهور in Egypt People have translated إذا الناس بدأوا يترجمون هزبوكس كتبه Into معروف وانت translate بيجي بعدها Into 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 Including كلمة including معنى هش ما له تضمن وإحنا عارفين ان include دي الفرق بينها بين contain any contain بيجي وراه حاجة واحدة أما include يأتي بعدها أكثر من شيء هذا هو كاتب English, French and Chinese عبدالتراب يوسف سافر كثيرا كثيرا In 1985 He lectured فعل معناه يحاضر أو كان يلقي محاضرات At the University of Ohio في جامعة Ohio in the United States في الولايات المتحدة وممكن بيقول عليها states الولايات المتحدة على طول لكن كلمة state معناها الدولة about writing عن الكتابة for children للأطفال and the importance وأهمية of Arabic literature الأدب العربي طبعا في فرق بين Arabic وأرب وأرابيان أرابيك دي اللغة العربية أما أرب وأرابيان أرابيك دي اللغة العربية أما أرابيان أو أرب على كده دي اللي هو الشخص العربي أو الجنسية العربية أو كده أو اللي هم العرب نفسه أما أرابيان هو كل ما له علاقة بالخليج تمام؟ طيب Arabic literature he died توفي in 2015 87 عن عمر يناهز السابعة والسرين 87 طيب ممكن نستبدالها when he was نقول when he was 87 وممكن نشيب له أقول add the age of 87 طبعا كل المنحوزات دي هتلاقوها في المذكر اللي احنا بنرفحها مع كل فيديو بتكون موجودة في ال description his box كتبه حمد أثرت على أطفال لعدة سنوات لعدة سنوات ومتأكد أن children will continue سوف يستمروا to enjoy his box استمتعوا كتبه in the future في المستقبل thank you كده خلصنا الليسنينج تيكست الأول وتعالوا بينا نتحول على الليسنينج تيكست به على السريع كده ونفوش معلومات كتير حامد بيقول لي when i finish school finish school معناها أنهي دراستي يعني لما أخلص الدراسة بتاعتي i would like to do something i would like to do something i don't have to say to help other people أساعد الأشخاص الآخرين what advice advice بالس معناها نصيحة بالس تبقى فعل معناها ينصح what advice can you give me قالوا i think you should help some of the many people تساعد الكثير من الناس who can't read less تضيعون القراءة if i wear you i would work for a children's charity charity معناها مؤسسة خيرية خلوا بالكم charity معناها مؤسسة خيرية لما تبقى countable noun اسم يعد charities the charity a charity two charities كده يعني خلاص تبقى معناها مؤسسة خيرية لكن لو بيقيت اسم لا يعد uncountable noun تبقى معناها العمل الخيري for a why don't you work for لماذا لا تعمل لدى an Egyptian tourist office مكتب سياحة مصري in another country في دول اخرى you could organize sports activities كلمة activities اللي بتاجي معها verb do هنا جاي معها verb organize ينظم انشطة رياضية for children للاطفال in their school days في ايام الدراسة i think it would be a good idea فكرة جيدة to train يعني train معناها يتدرب لما نحط قبلها RE تبقى معناها يعيد التدريب أو يعيد التأهيل تبيع دكتور حتى يصبح طبيبا that's the best way هذه افضل طريقة to help other people لمساعدة الاشخاص الاخرين طيب دلوقت احنا انهينا listening text الاول والتاني ودلوقت احنا نقرأ reading text اللي هو بيكون مهم جدا وخلوا بالكم يا جماعة دايما في listening و reading text انه الامتحانات لا تخرج عنها يعني اي معلومة جديدة بيحب يجيبها في الامتحان ممركش في النمازج السابقة او في الامتحانات السنوات السابقة بتبقى مستخلصة من قلب reading text و listening text لذلك الطالب المتفوق في مادة الانجليش واللي هو بيقفل دايما او بيوصل للدرجة اللي هي قرب الدرجة النهائية يعني اصرى التسعة واربعين او تمانية واربعين بيكون دايما جاري كل جزئية في reading و listening text تعالوا بقى بينا دلوقتي على ال reading text reading text انا بيقول مايفازر انا اجيبش انتيتشا معلم مصري for all those اهي حلينا عليها سؤال قلنا for all those who have had the honor اللي زينها دايما الشرف او الفضيلة يعني وكلمة honor جاي معها الفعل had الذين يلقبونا بمعلم ذهي التيتشر الناظر أو المعلم أدرك أن المعلم الشاب ورد أخيرا إيدي معناها قلق الشخص نفسه لو حطنا العين يجيب هذا الإيدي تبقى شيء مقلق يسبب القلق تأتي مع الأشياء أول درس له أول درس له في المدرسة فالهي التيتشر قال لا تبقى لها تقلق لديه كل الناس سمات الشخصية تبيع جيدا حتى تصبح معلمين جيدا لديه أقلق أصلا صفه معناها طبيعي لكن هنا نقول على طبيعتك أو تلقائي مع الطبيعي لديه أقلق مع المسؤول مع الطقس دافئ لنفعش أقول شخص الشخص ده دافئ لكن تنفع معناه kind طيب يعني عطوف حنون but strict ولكن صارم أو حازم that's what I have learned هذا ما عرفته أبوتيو عنك in the short time في الفترة القصيرة you have been here التي كنت فيها هنا you will need to discipline you will need to discipline the students تحتاج إلى أن تهزب الطلاب but you will be fatherly لكن خلي بالك لابد أن تكون ودودا أن جنتل وأنيق أو أنك تبقى شخص لظيف أو حنون do you think so قال له هل تعتقد ذلك I have always prepared my lessons أنا دايما بقى جهزت دروس بتاعتي will جيدا وخلي بالك أنه ما قالش good ليه بقى لأن القاعدة بتقول بعد الأفعال بيأتي ظرف أو حال will هذه الفعل prepared my lessons will set the teacher I give myself goals معناها أضع أهداف لنفسي ممكن أقول بدل give أقول I put put goals يعني أضع أهداف أو يحددهم I give myself goals and plan وخطط how to achieve them كيف أنجزهم أو أحققهم I plan and introduction introduction معناها مقدمة ودائما بنسمع أنها اسمها كده intro intro معناها مقدمة بيختصروها طبعا بيعملوا لأبريفياشن and then use steps استخدم الخطوات and I like to use paintings أحب استخدم الرسومات and pictures والصور said the teacher في تكملة النص في الصفحة البعضية بيقول that's good you have come with fresh ideas خلي بالك في التعبير ده come with fresh ideas يعني يأتي بالأفكار الجديدة answer the head رد عليه رئيسه في العمل أو اللي هو الناظر اللي هو the head teacher I believe أنا أعتقد that a teacher mustn't silence لأي يبقى يسكت أو يصمت his students ضلابه he must inspire them inspire معناها يلهمهم تمام he must inspire them and encourage them وشجحهم to communicate أن يتوصلوا and to take part in معناها يشارك في conversations اللي هي الحوارات أو المحادثة you don't want to spoil the students ده طبعا بيحذروا اللي هو the head teacher بيحذروا you don't want to spoil قلنا spoil الفعل معناها يفسب قال له I want what should encourage زمن نشجحهم to move around the class أن يتحركوا في الفصل ويكان change the design ممكن نغير التصميم of the classroom نغير تصميم الفصل و design معناها يصمم الفيرب و designer هو المصمم وفي فعل أو حاجة يسمعها يصر على شيء أو يصمم على الشيء اسمه insistent الشخص المصر تمام وجاي من الفعل لو insist يصر على طيب if there is a discussion لو هناك مناقشة the students or the students can sit in a circle يمكن أن يجلسوا في دائرة or semi-circle أو نصف دائرة you could even have the class outside ممكن نأخذ الفصل أو مجموعة الطلاب خارج الفصل under the 3 تحت الأشجار sit the teacher good luck was your first class يبقى لك a DJ ورا حرف الجر اللي هو with good luck was your first class tomorrow بالتوفيق في الحصة sit the head the teacher left him تركه dreaming left him dreaming energy يحلم about his new life عن حياته الجديدة as a teacher كمعلم he believed اعتقد that his job was the most important job أهم وظيفة he was society's engineer المعلم ومهندس المجتمع helping to build يساعد بنائه المعلم مثل الطبقات whatever leave you whatever لها معناها مهما أو أي أي كان يعني أي بنستخدم whatever دي في أي دايما حتى معظم الناس بدون دوقها دايما نقول whatever يعني خلاص whatever مش مهم هي whatever whatever مش مشكلة طيب whatever دي بقى يعني بنستخدمها فإذا لما نكون ثنين طلاب بيتكلموا مع بعض بيقولوا مثلا والله الحصة هتبدأ الساعة 8 وحد يقول لا بتبدأ 8 وربع 8 وربع يجي حد كده وسط يقول whatever أين كان أنا أصلا كده كده مش هروح الحصة مش هتفرج معاي تمام تبقى whatever معناها مهما كان أو أي كان طب إيه التركيب بتاعها whatever دي whatever بياجي وراها noun وبعدين الفاعل وبعدين الفعل ثاني أقول whatever بياجي وراها noun whatever level whatever class whatever family أي كان العائلة بتاعتك خلاص طيب you الفاعل وبعدين الفعل يبقى نحفظ التركيبة دي whatever بياجي وراها اس وبعدين فاعل وبعدين فاعل تكمل you can dig يحفر deeper أعمق to find more layers لكي تكتشف المزيد من الطبقات that are even richer عادة بتكون أغنى أو أثر than before من السابق his اللي هي his job مكسود بها هنا حزفة job هنا اعتبر للتخفيف أو لعدم بتكرار his job was the best job كانت أفضل وظيفة in the world وظيفة المعلم هي أفضل وظيفة في العالم طبعا زي ما انتم متعودين معنا قبل ما بندخل في التدريبات في عندنا جزء مهم جدا وبيتفرد به برضو كتاب المعاصر هي اسمه اللي هي الملحوظات الخاصة بالملحوظات اللغوية تعال نحل التدريبات عليه أول واحدة بيقول مستر أيمن يعني معي الآن الرجل الأعمال المشهور مستر أيمن يبقى معي الآن is مستر أيمن ده التركيبة الوحيدة الصحيحة نمبر 2 انت قلت اني بياجه وراها الاسم وبعدين الفاعل وبعدين الفعل الوحيد اللي انطبق عليها الكلام ده الاسم وبعدين الفاعل اللي هو يو وبعدين الفاعل اللي هو هاف نمبر 3 I like fiction I like like ده بياجي وراها الاثنين بياجي وراها tool مصدر وممكن ياجي وراها ing فنقول I like reading أو I like to read number 4 this is not my tablet التابلت ده مش بتاعي is white بتاعي أو التابلت بتاعي اللي هو معي tablet بس نش نكتوب كلمة tablet هنا فهنا هناخد ضمير ملكية اللي هو كلمة mine the new manager المدير الجديد succeeded in enforcing نجحة في إن هو enforce يعزز أو يدعم أو يثبت on the students على الطلاب at school يبقى discipline اللي هو النظام number 6 the new manager المدير الجديد وعايزين نجيب الفعل هنا the students at school معناها يهزب يبقى discipline number 7 something hasn't effect لما يكون شيء له تأثير we say it's بنقول إنه مؤثر influential number 8 my grandmother جدتي died last year توفيت العام الماضي عن عمري ونهز اللي هي يكون اسمها اجد أما بالنسبة لآخر السؤال هنا في الصفحة دي بيقول advice zim نصحتم هنا advice وجاي وراها مفعول فعل advice أو recommend لما بيجيو وراهم مفعول بناخد بعدين مصدر advise zim to choose بسنت لأن يختاروا بسنت لكن لما نيجي في الصفحة الثانية يحد يقول لما هي بسنت مفعول ياسيدي بسنت بعد الفعل بعد النقر ونهيش دعا بيها نهي دعا هنا بين recommend وما بين الفعل نفسه هل يوجد مفعول لا ما فيش مفعول اذا كان recommend ما فيش وراها مفعول يبقى بناخد i energy choosing طيب تعال في رقم 11 كده بيقول i recommend وهي بسنت قدم فبقيت هي المفعول يبقى لكن في 13 بيقول she is polite lazy ولكن نها كسولة تبقى بط طيب في 14 بيقول i have arranged everything رتبت كل شيء for the trip لهذه الرحلة the plant ومن ضمنها او مجتملة على او تتضمن يبقى نقول including number 15 رودينا looks forward معروفة look forward بيجي وراء tool i energy معناها تطلع look forward to driving here new car طيب تعالوا بينا ندخل لجا على التدريبات بتاعة الدرس بتاعة النهار السؤال يقول professor عبد الرحمن use to use to يبقى يجي وراء فعل في المصدر يبقى lecture يحاضر لكن في number 2 بيقول professor عبد الرحمن use to be اعتاد ان يكون محاضرا lecture number 3 professor عبد الرحمن use to give اعتاد ان يعضي او يلقي محاضرات give lectures طيب lecture لو حط اه هنا تمام لكن lectures جمع عشان بدون ايه بدون اداة تعريف قدام ولا اداة نكرة ولا ولا طيب number 4 بيقول when coronavirus when coronavirus spread انتشر everybody الجميع realized ادرك the situation ادرك الموقف الموقف ده اسم هنا والاسم ده موصوف يحتاج لصفة قبل وليه كلمة serious number 5 when coronavirus spread everybody realized the وبعدها of اللي بيقى لك هو مكتوب of بعدي ده لما في عندي ز وفي of ووراها اسم يبقى اسم وفي of يبقى لازم يكون جدام واسم اللي هو serious اللي هو الخطورة طيب في number 6 بيقول when coronavirus spread everybody was ده لما عندي verb يبقى عاوص صفة was طيب ما نمكن يقول was serious لأ بص كده معي was endangered المفروض اصلا تبقى was endangered وبعدين الظرف او الحال اللي هو seriously number 7 مستر حامد امين used to carry out اعتاد ان ينفذ the rules القوانين انا عندي الفعل اللي هو carry out هنا والقاعدة بتقول بعد الافعال يأتي ظرف او حال يبقى strictly بحزم و بصرام بص كده في number 8 بيقول مستر حامد امين used to carry out the rules in a way ضل ما عندي اسم هنا يبقى ده موصوف اي صفة قدامه in a strict way بطريقة صارمة number 9 مستر حامد امين used to carry out the rules despite there طالما عندي hour there my here his اللي هما صفات الملكية دول لازم يجي بعدهم اسم نقول strictness اللي هو الحزم او الصرامة في الصفحة اللي بعدي number 2 بيقول my back ظهري يقلمني badly بشدة يبقى نقول x عشان الظهر ده مفرد فماخدناش aq على كده طيب number 11 i feel a bad a والصفة يبقى عزين وراها موصوف الاسم i feel a bad aq اشعر بألم شديد او سيد number 12 my grandfather has had a lot of طالما عندي a lot of او mini او مش يبقى عايز ناون بعديها a lot of influence الذي الكسير من التأثير طيب number 13 بيقول my grandfather's advice has عندك has اللي هو الفعل المساعد فعايز ورا تصريف تالت has influenced my life أثر على حياتي كثيرة my grandfather's advice has been وطالما عندك verb to be اللي هو am was were or been بن بنجيب بعديها صفة influential اللي معناها مؤثر اعترف زد he is very طالما عندي كلمة is يبقى verb to be بي عايز صفة he is very intelligent هو زكي I admit that he has a lot of شوف عندي حاجتين has اللي بمعنى يملك مش فعل ناقص ده أو فعل مساعد لا بمعنى يملك و a lot of طالما عندي a lot of many how much يبقى بيجيب وراها الاسم يقول a lot of intelligence الكثير من الزكاء في 17 بيقول there is no طالما عندي no يبقى عايز اسم وراها لا يوجد اي اختلاف او فرق there is no difference لكن في number 18 بيقول there two systems النظامين are طالما عندي verb am وإز are بنجيب بعديها الصفة اللي هي different في number 19 بيقول there police الشرطة are خلوا بالكم يا جماعة there police الشرطة بتاخد verb are بتاخد فعل جامع لما معناها ريال الشرطة there police are sure متأكدين أباوت طالما عندي his صفة ملكية يبقى عايز اسم his responsibility مسؤوليته طيب number 20 بيقول the police are sure متأكدين that he is verb to be بقى عايزين الصفة responsible طيب number 21 بيقول he is طالما he ومكتوب بعدين is verb to be يبقى عايزين الصفة برضو he is confident طيب في 22 he has يعني يمتلك و enough زي a lot of يبقى عايزين اسم ورا اللي هو confidence اللي هو الثقة number 23 بيقول no one can deny لا احد يستطيع ان ينكر that that يبقى عايزة وراها اسم والدليل كمان انه عندي كلمة of هنا يبقى of يسبق اسم بعدها اسم يقول importance اهمية no one can deny that sport is عندك verb is or are يبقى عايز الصفة is important يجي حد يقول انفع ناخد unimportant يقول معنى الجملة لا حد ينكر ان الرياضة مهمة لصحة الافراد او لصحة الجميع يبقى مهمة نقول unimportant طيب ندخل بقى في vocabulary to solve them لكي تحلها never be an eskipist لا تكن انهزامي او كلمة defeatist معناها انهزامي برضو يبقى واجه المشكلات اخر واحدة في الصفحة دي بيقول prices الاسعار go down بتنزل او بتجل ونوفر لما يكون العرض is more than demand اكثر من الطلب يعني لو المعروض اكثر من المطلوب يبقى احنا بيتاج الاسعار اي تفضل تنقص او go down في number 27 بيقول he is a parliament candidate يعني هو مرشح للبرلمان he is a a politician يعني هو شخص سياسي it's better to take a you look there تبدو متعبا take a break يعني تاخد راحة او فسحة he is interested in مهتم بي studying dراسة the of societies دراسة ثقافات المجتمعات يبقى cultures cultural دي معناها ثقافي اما culture دي دي معناها مثقف he started his career بدأ حياته المهنية as a politician كسياسي by studying science عن طريق دراسة العلوم السياسية اسمها political science i put وضعت a thick of flower من الدقيق under the bread عايز نقول طبقة سميكة يبقى layer on the seventh day في اليوم السابع of the hedery month في الشهر الهجري زمون looks like يبدو القمر على شكل semi-circle نصف دائرة في 33 people teachers work for المعلمين يعملون لدى the of education ministry of education وزارة التربية التعلم bad company الصحبة السيئة السيد two children يقال أنها تفسد الأطفال يبقى اسبوئي في 35 people children like to be الأطفال أن يعاملوا in a way بطريقة لطيفة in a gentle way في 36 بيقول being أن يكون الشخص يجعل كل الناس تحترموا ونقول يجي حد يجي حد يقول يضم مذر لمعناها ودود أو حنون مكتوبة هم هنا يبقى مكسود بها شخص مذكر أو كده طيب في 37 بيقول المعلمين الناجحين زير بي الفعل بياجي مع الضلاب اللي هم التيتشارز بيعملوا انسبير انسبير معناها بيولهموا الضلاب بتوح يضيع وقته مع الانترنت يبقى بيدردش معه إذا أردت إذا أردت تكون نرجح ضع لنفسك أهداف 40 القبرة يوجد الكثير من 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 الحائط و من المقابر المقابر المصرية القديمة موجود عليه الكثير من الرسومات في 41 بيقول سما is a student سما ضالبة ايه العالم المشهور كان شرفا كبيرا لما رأى الصفحة لجنبها في نمبر 44 بيقول المعلم الكفر لا يسكت الطلاب بط ه زم ولكن معناها ينظمهم أو يهزبهم إيجبت معناها الهوية الثقافية الخاصة بيها الإجابة تبقى نمبر ايه كالتشرا 46 بيقول the director's instructions إرشادات المدير have the staff زم جاعة the staff and improved the work وحسنت العمل يعني أثرت على ال staff اللي هم هيئة الموظفين 47 بيقول everyone agreed with me الجميع يتفق معي so I knew ولذلك عرفته I was on firm ground firm ground معناها على أرض صلبة تعبير سابت اسمه firm ground هذه السؤال بتاع الآذر اللي أنا قلت لكم عليه في بداية الفيديو number 48 he read his speech يقرأ الكلمة بتاعته أو يلقي الخطبه بتاعته in a strong voice voice ده اسم يعني موصوف عايز قدامه صفات جايب strong وعايز صفتان confident معناها واسع you could realize لابد أن تدرك the in his strong voice في صوته القوي when he read this speech يبقى ما دام عندي ذا يبقى نعاوز اسم أقول the confidence السقة من الضروري for working mothers للأمهات العاملات to spend more time المزيد من وقت الراحة ووقت العائلة يعني بتسميه quality time being is one of the characteristics واحدة من الخصائص of a good teacher المعلم الجيد أن يكون father لشخص ودود تعالوا ندخل على سئلة advanced ودي آخر حاجة معنا في فيديو النهاردة because there is a growth in Egypt exports في صادرات مصر يوجد زيادة ملحوظة sensible زيادة ملحوظة نقول sensible gross معناها زيادة واضحة أو طبعا نعرفين كلمة sensible معناها عقلاني أو حكيم خلاص لكن نقول معناها واضحة أو جلي number two my daughter is a vegetarian vegetarian يعني شخص نبات she never eats meat هي لا تأكل لحوم يبقى عايزين نقول vegetarian دي اسم يعني موصوف والموصوف يحتاج صفحة قدام ونقول strict حازم أوصار it's your wedding ده حفل زفافة don't let anyone لا تجعل أي شخص or anything your happiness يفسد عليك فرحتك أو يعطي الفرحة يبقى spoil معناها يفسد number four you are reckless reckless معناها هنا معناها متهور yourself عايزين هنا في فلسطوب هنا في نقطة وعايزين فعل أمر yourself to do what is right ما هو الصحيح in different situations في مواقف مختلفة يبقى discipline yourself هيئ نفسك أو هزب نفسك على أن تكون أن تفعل ما هو الصحيح في المواقف المختلفة سؤال رقم خمسة بيقول I was surprised كنتم مندهشا to get an email نحصل على email from here منها after two years of بعد سنتين من الإنقضاع أو سنتين من الصمت بقى نقول two years of silence وبكده جماعة نكون خلصنا الحمد لله reading tickets والlistening tickets وحللنا عليهم التدريبات تعرفنا عن الملحوزات وخلوا بالكم يا جماعة أي حاجة إحنا قلناها هتلاقوها إن شاء الله مكتوبة في المذكرة اللي بنرفحها مع كل فيديو موجودة في الوصف تحت الرابط بتاع التحميل بتاعها واللي طبعا مش عارف يوصل الرابط بتحميل بتاعها ممكن يبعتلي على الواتساب اللي هو 018214529 ويقول أنا عاوز المذكرة بعته له عبدول في الحال طبعا ده مجاني وما فيهاش أي مشكلة خالص كلكم أولادنا واخواتنا صغيرين في نهاية الفيديو ليه طلب اللي بطلبه كل مرة إن إحنا نضغط على زرار الاشتراك في القناة لو إحنا أول مرة نشوف الفيديو ده وندس لايك ولو عندك أي سؤال أو استفسار خليه في الكومنت مش عاوز تستفسر في الكومنت وحاس إن أنا مساء هتأخر في الرد عليك خليه على الواتساب الرقم اللي قلت لك عليه ده وفي نهاية الفيديو أشكركم على حسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته